اهلا بكم اخواتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم اليوم ان شاء الله حابتنقدم لكم تحلية من ارواح ما يكون سهلة التحضير تحبوا تحضروها للمنسبة انتعكم ولا لكم للمنزل ولا تقدروا تخدموها كمشروع لانه مقادرها بسيطة وبنينة ومشروع تحا مربح اذا مش نحتاجوا في المقادر انتعنا نحتاجوا لتر تحليب طبعا التحلية هادي لانه لا بس تحت على حليب فهنا ضروري جدا انه نخيرو حليب يكون نوعية جيدة يكون ما فيش اغياء قوي يكون تقيل هكا مليح فانا كما ركم تشوفو انا خدمت بحليب ساحلي حطيت الليتر كامل كما ركم تشوفو وراح نضيف له اول الخطوة الولا رح نخدم في الوعاء حطيت خمس مغارف كبار متاع فارينا المكونات الجافة نغرب لهم هنا حطيت الفارينا عوض انشاء تحليات اللي بالفارينا تجي خف من تحليات اللي بالانشاء ويجي طعم جاحة مميز وهنا درت زوج مغارف كبار مع مرينا مليح انت كاكاو وراح نزيد ربع مغارف كبار انت فكر عليه درت ربع مغارف فقط لانه فيما بعد فتح ليه رح نضيف شوكولا واذا ما درتوش الشوكولا ولا درتو كمية قليلة ديرو خمس مغارف كبار انت فكر نحاول نخلط المكونات جيدا بالفوي رح تاخد شوية وقت في كل الكاكاو كما لابلكم يعني بطيء في الامتصاص ولكن تبقى وتحركم ليح بالفوي حتى تندمج المكونات جيدا وتنسجم معا بعدها كما قلت لكم المرحلة هادي نخدموها الساعة هكا في ويعاء من بعد رح نجيب القدرة اللي رح نطيبو فيها التحليان تانا ونجيب صفايا ونفرغ هاد الخليطة كامل في هادك عفوا الوعاء يعني نعاودو صفايا لانه رغم انه المكونات مغربة لهذه او المكونات الجافة غربناها في الاول ولكن كنزيد ونخلطوها باللحلي رح تزيد تتشكل لنا تكتولات ولهذا المرحلة هادي تنزيدو نصفيو الخليط مهمة جدا اذا رح نحط القدرة تاعة والكاثرونة ولا فما ختمتو تحليان تاكم فوق نار متوسطة مع التحريك المبتمر حتى تعقد لكريماتنا لما تشفوها باللي عقدت بشكل جيد وباللي بدأت تدير فقاعات في هذه الاثناء نضيفو الشوكولة هنا يا اذا درتوا الشوكولة نوعية جيدة رح يعني على قد ما تديرو نوعية مليحة وبنينا بتحلييتاكم رح تجيكم اكيد بنينا درت مية جرام انتع شوكولة دوق الحالب ودرت مغرف كبيرة مع عمرة مليح انتع زبدة ومن بعد خديت هادا الاكواب انتع لاليومينيوم طبعا لبنات اذا حبيتوا تخدموها كمشروع هكا للمناسبات ولا تستعملو هادا الاكواب انتع لاليومينيوم واذا للمنزل تديروها في كؤوس زجاجية انا هادا اللي راكم تشوفو فيها يعني تعمت انو نديرها في هادا الاكواب انتع لاليومينيوم بذكو دايتها معايا لعد ميلاد والدخوية وتخرج يعني قلبنات وشان قولكم بكمية ما شاء الله تخرج حتى السبعة عطاش نحبه وبما انو هادا النوع من التحليات اللي جاية كرامية يعني ما مهيش معه جنواز ولا مهيش معه بذكوي تحطوا يعني كمية قليلة بركة منها يعني ما تكتروش مش راح نعمروا هاداك الكوب للاخر خلاه ومبعد لما نكمل نعمرهما كامل راح نخليهما في المطبخ يعني ما ندخل همشا في هاداك تقيقة بعده للتلاجة بما تتشكلناش واحد القشرة من فوق كما علي بلكم كامل لك خام باتي الثياق ولا هادا تحليات ولا اي كريمة ولا اي تحليات مخدومة بهذا الشكل لما ندخلوها مباشرة للتلاجة وهي هكا كفخونة تتشكل انها هكا واحد القشرة وتتشقق هاداك التحليات فاول حاجة وشان ديرو نخلوها الزع تحليات عنا لبرة حتى تاخد درجة حرارة الغرفة يعني تبرد تماما وبعدها عادة نزيدو ندخلوها للتلاجة باش تزيد يعني تبرد في التلاجة وتولي قابلة للاستهلاك اذا هنيا انا كما قلت لكم يا البنات كنت يعني الكمية هادي تاليترا كاملان تحليب خرجتلي بهذا الكمية اللي عمرت بها الاكواب 17 نحبة كنت زوج يعني ديجا مديتهم وحكمت غير 15 اللي على اساس ديتهم للحفلة بعد هنيا هادي في الصباح لما التحليات بردت ودخلت للتلاجة هنا خرجتها باش نديلها الديكوراسيون يعني باش نديها مباشرة معايا هنا بالنسبة للديكور يا البنات اخترت انو نديكوريها من الفوق بحاجة اللي تكون سامبل وبنينا فاختيت شوكولات بدوق الحالي بربيتها يعني في اللغاب ووزعتها على السطح متاع الوجه متاع التحليات وتحصلت على هاد النتيجة هنا قلت ان اخد حبة ونريكم القوام متح كيفاش يجي القوام متح يجي كريم يعني متحسو هاش حكي يبثة كيما الفلان يجي القوام متح كريم يعني تماما كيما 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 يعني يعني يا واخت اللي نشروها 5 دي ساغ اللي نشروه من برا هادك بدوق الشوكولات وجاية ما تقهمش لانو بصراحة نقصة حلاوة مع الكمية على السكر اللي مديت لكم من ضغط لها الشوكولات يعني بقاتب اللي نقصة حلاوة لبيها نقول لكم اتبعوا يعني المقادير هادك كاملة اللي مديت لكم بدقة بس تتحصلوا لها النتيجة المطلوبة وطبعا هاد الاكواب عندهم الغيطاء انتحهم ليحافظ لكم على التحلية انتعكم وتغلقوا عليها بكل سهولة لاصحاب المشاريع يعني حطوا اللوغو تاكم يعني خدموها على شكل قصصات دق نعطيكم مثال كما القصصات هادو اذا كنتوا يعني ملجو غلي حيبين يجيكم يعني لكموند عليهم بزاف تقدروا يعني مع هاد القصصات تكتبوا رقم الهاتف عن تاكم وهكا ليدوق تحلية تاكم في اي مناسبة وتعجبوا رح يهز رقم الهاتف من هديك القصصة هديك فكرة فقط للتسويق واش نقول لكم بالنسبة للسعر هما يعني فتح ليه كاملة الاكواب اللي جايين شوية زايدين فالبخي تاكم فالسعر انتاهم رح يتراوح ما بين 70.80 دينار جزائري فكرة مليحة وفكرة ابنينا ان شاء الله تجربوها قبل للعائلة تاكم وهذا هو الفيديو نتعنا نتعلي يوم نلتقي في فيديو لاحق وافكار اخرى قد لكم يعني انا درت هال عيد ميلاد يعني ولد خوية وهاذو لقاطات من وش حدرت له رح نشاركها معكم في فيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة